سيو اليوتيوب 2024 بالذكاء الاصطناعي استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى اصبح شيء ضروري تقدر دلوقتي ان انت تجيب افكار من الذكاء الاصطناعي وتقدر ان انت تعمل استهداف كامل لفيديوهاتك بالذكاء الاصطناعي يعني ان شاء الله تضمن الحصول على مشاهدات ومشتركين لقناتك من خلال الاستهداف القوي اللي انت تعمله بالذكاء الاصطناعي فيديو النهاردة بسيط جدا ازاي ان انت تعمل السي اي او اللي هو السيرش انجين اوبتوميزيشن تهيئة او تحسين محركات البحث علشان اليوتيوب يبدأ ان هو يظهر فيديوهاتك في بحث اليوتيوب ومقترحات اليوتيوب من خلال الذكاء الاصطناعي وبنشرح لك كل حاجة من الموبايل وبطرق مجانية كل ما عليك ان انت تشاهد الفيديو من البداية الى النهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واربكم بخير وسعادة دايما اهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب دي قناة مهتمية بعلم واسرار اليوتيوب الربح من الانترنت وشرحات برامج ومنتاج وشرحات لكل ما يخص السيشال ميديا الذكاء الاصطناعي اصبح فعلا شيء ضروري جدا لكل انسان في هذه الحياة وخاصة منشئ المحتوى عندك قناة على اليوتيوب يبقى لازم ان انت تستخدم الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي هيجيب لك افكار وهيجيب لك كلمات مفتاحية للفيديو وهيجيب لك وصف احترافي للفيديو وفيه استهداف وعنوان وصورة مصغرة يعمل لك كل اللي انت عايز فاحنا في الفيديو ده ان شاء الله بنشرح تطبيق مجاني للذكاء الاصطناعي تقدر تشتغل به وهنطبق مع بعض بشكل عملي وهتحس ان الموضوع بسيط جدا لكن شاهد الفيديو من البداية للنهاية علشان تطلع بالمعلومة بشكل كامل هنبدأ ان احنا نفتح الموبايل زي ما انتم شايفين كده وهنبدأ ان احنا نفتح المتجر علشان ننزل التطبيق المجاني وتقدر تعمل الكلام ده من اللابتوبة والكمبيوتر ولكن خلينا نركز في الفيديو ده على الموبايل هنبدأ نفتح المتجر وهنبدأ ان احنا نكتب هنا في البحث اللي هو بي او اي هيظهر قدامك التطبيق ده اللي هو بي او اي فاست اي اي شات هبدأ ان انا اضغط على تثبيت وانتظر لغاية ما يكتمل التثبيت على الموبايل خلاص تم تثبيت البرنامجة على الموبايل هبدأ ان انا اضغط على فتح بيقول لك دخل ايميل ابدأ ان انت دخل اي ايميل عندك عايز تدخل ايميل قناتك وكيه عايز تدخل اي ايميل تاني براحتك انت حر او ان انت ممكن تضغط هنا على استمرار او continue with google وتبدأ ان انت يتعرف على الايميل الموجود يبدأ يدخل به انا هبدأ هنا اضغط على استمرار او continue with google علشان هبدأ ان هو يتعرف على ايميل من اليميلات اللي عندي وابدأ ان انا ندخل على طول وابش اي مشكلة او دخل ايميل فوق زي ما انت عايز هذا الايميل اوكي فتح معي التطبيق بهذا الشكل يعني بكلكة كده فتحنا التطبيق حاليا ان احنا دلوقتي نبدأ نستخدم الذكاء الاصطناعي بيجي للواجهة بالشكل ده كده نبدأ نعرفك الاول على الشكل العام كده للتطبيق ولكن المضوع بسيط جدا ركز معي عندك هنا حاجة اسمها وعندك حاجة هنا اسمها بعد كده هنا اللي هو بعد كده هنا اشياء تانية كتير موجودة تقدر تبحث فيها تلاقي حاجات كتيرة جدا 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 تفيدك هنا اللي هو شات جبت العادي اهوت قدر ان انا برضو استخدمه وجنب منه شات جبت سكستين كاي يعني حاجات كتيرة جدا جدا تبع الزكاء الاصطناعي احنا هنرجع خالص كده وهنستخدم مثلا اللي هو الاسستانت العادي اول واحد ده تمام كده ولو انت نزلت لتحت كمانة تلاقي هنا حاجات كتيرة جدا تانية على فكرة يعني ازاي تعمل لوجو ازاي تعمل لوجو بالزكاء الاصطناعي ازاي ان انت تبدأ ان انت يعني اه تحول النص لنص حاجات كتيرة جدا اوبشن كتيرة هنا ان شاء الله نشرحها في الايام القادمة ان شاء الله ولكن انا مركز هنا على ان انا عايز اعمل استهداف لفيديوهاتي بالزكاء الاصطناعي والحاجات التانية دي اللي تحت دي كلها نشرحها ان شاء الله في فيديوهات قادمة بازن الله هنبدأ ان احنا نضغط هنا على اول واحد ده تمام كده ونبدأ ان احنا نسأله هنا يا عم اه زكاء اصطناعي احنا عايزين مثلا وصف لفيديو عن اكلة معينة او عن حاجة معينة نقول له كده مثلا نكتبله كده اهوات هنا وصف لفيديو عن مكارونا بشامل وهبدأ ان انا نضغط على السهم ده علشان يطلع ليه الوصف شوف معي شوف معي الكلام بيطلع ازاي لو انت عايز توقف الكلام تضغط على ستوب هنا يبدأ ان يوقف لك طول ما هو شغال كده لسه عنده كلام بيكتبه خلص هو كلام تبدأ ان انت تاخد وصف من هنا يعني شوف الوصف عامل ازاي فيه كليكة واحدة طلع لك وصف احترافي وفيه استهداف ممكن اكتب مثلا وصف لفيديو على اليوتيوب عن وصفات للبشرة او وصفة لتفتيح البشرة واضغط على السهم بيبدأ يجي لك الكلام كله كده لو انت عايز تاخد نسخي من هنا تبدأ ان انت اضغط مطول كده هنا على الكلام اهوت يبدأ يجي لك هنا اقول لك ايه نسخي الرسالة وتبدأ تاخد وقت حطه في وصف الفيديو بتاعك تبدأ ان انت بقى تاخد من هنا ومن هنا يعني ضيف برضو من عندك بعض الكلمات ولكن هو اجيب لك وصف هو تبدأ ان انت تاخد منه زي ما انت عايز وصف لفيديو حول الربح من اليوتيوب الفين اربعة وعشرين انا مثلا عام الفيديو عايز احطه الوصف بعد كده اضغط هنا على السهم ده ونشوف يبدأ ان هو يجيب لك كلام كتير تبدأ ان انت تاخد منه وتحط في وصف الفيديو عنوان جذاب لفيديو حول الربح من اليوتيوب الفين اربعة وعشرين ونبدأ ان نضغط على السهم شوف باي بقول لك هنا ايه استراتيجيات الربح المبتكرة في عالم اليوتيوب الفين اربعة وعشرين اكتشف كيفية تحقيق دخل مستدام شايفين يا جماعة الكلام عامل ازاي اهو جيب لك عنوينة هوت جذابة تقدر تستخدمها تحت فيديوهاتك فانتكتب اللي انت عايزه اكتب عنوان حول اكلة كذا عنوان لفيديو عن لعبة بابجي نبدأ ان احنا نضغط على السهم اسرار النجاح في بابجي استراتيجيات محترفين للبقاء على قيد الحياة والتفوق على ساحة المعركة هذا العنوان ويجيب لك بقيت هنا اشياء تبدأ ان انت تاخدها وتستخدمها ليش للفيديو بتاعك تبدأ ان انت تصيغ عنوان من هنا طيب اعزين كلمات مفتاحية كلمات مفتاحية لفيديو عن الربح من اليوتيوب الفين اربعة وعشرين ونبدأ نضغط على السهم خلي بالك دي الكلمات المفتاحية ربح الاموال على اليوتيوب استراتيجيات ربح في الفين وعشرين افضل طرق كسب المال شايفين يا جماعة جيب لك عشر كلمات مفتاحية هوت لو انت عايز اي حاجة منهم بتضغط كده على الكلام ده كده مطول بيبدأ ان هو يجي لك هنا يقول لك نسخ تبدأ ان انت تاخد وتحط فين في الكلمات المفتاحية عندك وتصيغ من الكلام ده كمان في الوصف وممكن تطلع من الكلام ده كمان عنوان يعني صراحة تطبيق مفيد جدا جدا لكل صناع المحتوى لازم ان احنا نستخدم يا جماعة سيول يوتيوب او الاستهداف تهيئة او تحسين محركات البحث في الفين وعشرين بالذكاء الاصطناعي اي حاجة بقى اكتبة هنا اكتب افكار لمحتوى اكلات قناوات الطبخ افكار لقناوات الشروحات الربح من يوتيوب افكار لوصفات اكتب اي حاجة هنا ده ارشاد ليك يشغلك ازيه تشتغل وازيه تقدم محتوى بشكل كويس وكلمات مفتاحية والاستهداف كل اللي انت عايزه هنا ابدأ ان انت اسأله يبدأ يجي لك كلام ليه قدامك ولو انا رجحت هنا كده من الساحب تقدر برضو ان انت تقلب كده هنا وتستخدم اللي هو برضو هنا اللي هو الشات جي بي تي كلمات مفتاحية عن محتوى البشرة مثلا وتضغط على الساحب العنائق بالبشرة البشرة مش عارف الدهنية البشرة الجافة شوف الشات جي بي تي بقت يعني غاني عن التعريف كل حاجة مجانية ما دفعناش حاجة ولا اي شي زي ما انتوا شايفين كده تبدأ تاخد من الكلام ده وتبدأ ان انت تدخل هناك في وتكتب منه بيدك كده تاخد نسخ اعمل اللي انت عايزه نرجح تاني من الساحب عندك اكتر من حاجة هنا اللي هو جي بي تي فور اللي احنا ضغطنا عليه ده لكن طبعا اللي هو الجي بي تي فور بيكون محدود يعني انت لك تقريبا في اليوم حاجة مرة واحدة بس مجانية وبعد كده لازم من انت تدفع لكن بقية الحاجات تقدر تستخدمها بشكل مجاني ممكن تستخدم برضو هنا اللي هو الويب سيرش وتكتب برضو هنا يجيب لك برضو حاجات استخدم اللي انت عايزه عندك اكتر من حاجة داخل التطبيق كله بالذكاء الاصطناعي وبوتات بتبدأ انها تساعدك في صناعة المحتوى ولو انت داخل من اللي بتوب او الكمبيوتر بتكتب هنا برضو اللي هو بي او اي بيظهر لك هنا بتبدأ ان انت تسجل عليه وتشتغل به برضو ما فيش اي مشكلة خالص من خلال جوجل على اللي بتوب او الكمبيوتر حاول تستخدم الموقع ده او التطبيق ده في فيديوهاتك ايا كان المحتوى ايه ابحث وابدأ ان انت استخدم الذكاء الاصطناعي تنويه مهمة اكيد في بعض الناس هتسألني وتقول طيب لما نستخدم الذكاء الاصطناعي ونجيب عنوان ووصف وكلمات مفتاحية هل هذا ليس مخالف لي اليوتيوب انا بالفعل عملت محادثة مع فريق دعم اليوتيوب واتكلمت معهم في هذه النقطة قالوا ما فيش اي مشكلة خالص طالما ان انت هتحط عنوان ووصف وكلمات مفتاحية لا يتعارض مع سياسة المنتدى في اليوتيوب لا يتعارض مع قوانين اليوتيوب ما احنا بنستخدم فيد اي كيو وتيوب بادي وادوات كتيرة للحصول على عنوان وكلمات مفتاحية ووصفه الكلام ده كل فما فيش اي مشكلة خالص تحياتي لكم انتظر تعليقاتكم تحت هذا الفيديو عن هذا التطبيق اللي هو الخاص بالذكاء الاصطناعي بعد ما ان انت تشاهد الفيديو اطلع ويثبته على مبيلك ويستخدمه وارجع اكتبلي تعليق وقول لي رأيك في هذا التطبيق انتظروا ان شاء الله مننا فيديوهات قادمة عن الذكاء الاصطناعي واستخدامها في صناعة المحتوى على اليوتيوب لو انت مهتم بمحتوى قناتنا اشترك في القناة وفعل الاشعارات على الكل علشان يصلك اشعارات بفيديوهاتنا فيديوهات كتيرة موجودة في وصف الفيديو في التعليق المثبت تفيدك كمنشئ محتوى على اليوتيوب في امان الله مع السلام